وإلى قضاء زاخو حيث تعاني العوائل الأيزيدية المهجرة التي تعيش في مباني قيد الإنشاء ومدارس من أوضاع بالغة القسوة ونقص شديد في الخدمات الأساسية أدت إلى تفشي الأمراض بين الأطفال منير أصحاد تحولت العديد من الأبنية قيد الإنشاء والمدارس في قضاء زاخو بمحافظة دهوك إلى سكن للنازحين الأزيديين الذين تفاقمت أوضاعهم الإنسانية في ظل افتقادهم للخدمات والبيئة الصحية السليمة كاميرا الحرة زارت العوائل النازحة المنتشرة في مركز القضاء ورصدت حجم معاناتها حيث اضطرت النسوة الأزيديات إلى طهي الطعام بأساليب بدائية لعدم توفر الوقود فيما افتقدت البنايات التي تحتضن النازحين للخدمات ودورات المياه الصحية مضطرهم للاستحمام في العراء رغم شدة البرد وقسوة فصل الشتاء كلنا ما عدنا مواد ما عدنا ملابس ما عدنا سكن نسكن بي حالة مأساوية نعيش بي صراحة لا حمامات لا صحيات لا نفوط لا قس في ظل تلك الظروف القاسية التي يعيشها النازحون بدأت تنتشر العديد من الأمراض في صفوف الأطفال الذين يفتقدون للتغذية الصحية والأجواء الأسرية الآمنة ما دفع المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إبداء مخاوفها من إزياد الحالات المرضية في ظل غياب الدعم الحكومي الأوراث المزمنة بدأت تنتشر في هذه الهياكل بسبب المعاناة التي نعاني منها من قلة الصحيات وما شابه ذلك مخاوفنا كثيرة خصوصاً ناحية الأطفال الوضع العام متمام دا نشوف حالات كثيرة من الأطفال المرضى يعني صاير عندهم حالات إسهال إنفلاوانزا أكثر من 26 ألف عائلة نازحة تنتشر في عموم قضاء زاخو معظمها في المخيمات ستة آلاف منها تقطن في مركز القضاء بحسب إدارة زاخو المحلية التي أكدت شروعها باستحداث ثلاثة مجمعات سكنية خاصة بالنازحين مكونة من أربعة آلاف ومائتين وعشرين خيمة بالتنسيق مع المنظمات الدولية والحكومة الاتحادية بلغ عدد العوائل النازحة في عموم قضاء زاخو ستة وعشرين ألف وثلاثمائة عائلة ستة آلاف منها متواجدة في مركز القضاء عدد النازحين بلغ ما يقارب أربعمائة ألف نازح وتواجه الأسر الأزيدية النازحة العديد من المخاطر في قضاء زاخو خلال تواجدها في الأبنية المكشوفة والمدارس التي يبلغ عددها أكثر من مائة وأربعين مدرسة نظرا للنقص الحادي في مستوى الخدمات وانخفاض درجات الحرارة ما يستدعي تحركا عاجلا من قبل الحكومة الاتحادية والمجتمع الدولي على حد سواء من قضاء زاخو في محافظة دوهوك مونير أسعد الحرة